اشتركوا في القناة ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أي نور أبدي ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أنت يا خير البشر من له شق القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا أبر أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب كم بهديك للمعالي ترتقي كل الشعور أي نور أبدي ما لأ الدنيا بها أبشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء السلام الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع النبي المصطفى المختار كإنسان وما زلت في هذه الحلقات وإن كنت أطلت بها قليلا لكنها مهمة أن نصف شكله ونصف ملابسه ونصف كيف يعيش نريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نتخيل حتى لما نقرأ في سيرته شكله وملابسه وحياته تكون قريبة منا ما تذهب بنا الظنون فعندها عندما نعرفه عن قرب نزداد له حبا وأيضا في هذه الحلقات تصحيح لبعض المفاهيم أنا تكلمت في الحلقة الماضية عن شيء من ملابسه وذكرت كيف كان قميصة أو ثوبة صلى الله عليه وسلم وسنتكلم اليوم عن بعض ملابسة الأخرى وبينت أنه ما في سنن في هذه المسائل يعني ليست سنة لبس الثوب ولا العمامة ولا هذه ليست سنة هذه قضية طبيعية بشرية والعلماء الكبار أشاروا إلى هذا كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر ما دام حلالا وكان المسلمون لما ذهبوا إلى البلاد المختلفة ما غيروا ملابسها إلا ما كان حراما يعني الحرام اللي هو الذهب والحرير للرجال الثوب الذي يصف العورة والذي يشف عن العورة بالنسبة للرجال والنساء هذا حرام ما عدا ذلك يلبسوا ما شئتم هذه قضايا إنسانية أنا أريد في هذه الحلقات أن نميز بينه صلى الله عليه وسلم كرسول وبينه صلى الله عليه وسلم كإنسان من أوصاف ملابسه عن عائشة أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام يعني الخميصة هي الرداء اللي هو يغطي أعلى الثوب أعلى الجسد ويكون فيه يعني رسوم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة شغلته في صلاته شوفوا مرة أخرى إنسان يعني حتى الأشياء هذه كما تشغلنا كانت تشغيله صلى الله عليه وسلم وإن كانت نادرة بالنسبة له لكنه أيضا كانت تشغلة فقال لما انصرف من صلاة نزعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ما هي حرام واعتوني بأنبجانية أبي جهم الانبجانية هي كساء يعني يغطي كل الجسد من صوف غليظ ليس له صور ليس فيه رسومات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخميصة التي يعني أرسلها لأبي جهم لو كانت حراما ما أرسلها لأبي جهم كم مزقها ولا حرقها فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي أنا أريد أن أقف هنا يلبس ملابس فيها زخرفات وفيها صور وتشغلها في صلاة هذا إنسان صلى الله عليه وسلم ولذلك هو قدوتنا يعني لو كان ليس إنسانا كان أي واحد يقول يا أخي أنا ما أقدر أقتدي به لأنه رسول وأنا ماني رسول هو رسول لكنه إنسان فرغم أنها تشغلة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الإنسان إذا صلى على سجادة تشغلة ولا ملابس تشغلة غيرها صلي على سجادة سادة ألبس ملابس سادة حتى لا تشغلك فإذن يعني نحن نذكر هذه المسائل جزء منها صحيح هو وصف لكن جزء منها هو فهم فهم لهذا الدين وكيف نتفاعل معاه من خلال تعلقنا واقتدائنا بالرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم ويروي أحد الصحابة يقول أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا الكساء لغطي كل الجسد كما ذكرت يلبس بدون أزرار والرداء يغطي أعلى الجسد العفو الإزار يغطي أسفل الجسد الرداء يغطي أعلى الجسد فإذن كان عنده إزار يغطي أسفل جسده وكان غليظا خشنا وفوقه ما كان لابس رداء كما نفعل بالحج ولا العمرة كان صلى الله عليه وسلم لابس كساء ثوب يغطيه من أعلى إلى أسفله وكان أيضا خشنا فقالت رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين قبض في هذين فكان صلى الله عليه وسلم يلبس مرة أخرى في غالب ملابسه يميل إلى الزهد ويميل إلى الملابس البسيطة لكنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس غير ذلك وسأصفه لكم بعد قليل كان يلبس الملابس الزهيدة لكنه أيضا كان يلبس ملابس فيها نوع من فخامة خاصة لما يخطب الجمعة أو في العيدين أو كان يلتقي بالوفود من زعماء القبائل أو الدول أو الرسل كان يلبس الملابس الفخمة ومن هذه الملابس يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء الحلة مثل البشتة والعباية اللي فيها خيوط حمراء ولبس أيضا البردة يبدو أنها نوع آخر من أنواع الملابس هذه الفخمة وتقول عائشة لبس بردة سوداء فقالت عائشة يا رسول الله ما أحسنها عليك يشوب بياضك لأنه ذكرت لكم من نبي صلى الله عليه وسلم أبيض فيه يعني حمرار شيء من مشوب بحمرة ما كان أحمر كان أبيض فيه شيء من حمرة بسيطة يسمونه أزهر فتقول عنه تقول عن ثوب أسود وهو أبيض صلى الله عليه وسلم فتقول ما أحسنها عليك يا رسول الله يشوب بياضك سوادها وسوادها بياضك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا النوع من الملابس ويقول جابر بن عبد الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يعني فيه خيوط حمراء يلبسه في العيدين ويقول أبو رمثة رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد أخضر فكل هذا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم يعني البعض الناس اليوم اللي يقولون هذه سنة أيها السنة كلها سنة إذا فهمنا السنة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكن السنة هي ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه السنة فيها أجر أما هذه الملابس كما يقول استاذنا الكبير محمد الأشقر دكتور محمد الأشقر حفظ الله في رسالة الدكتوراه يقول هذه أفعال جبلية طبيعية ليس فيها أجر هذه شغل بشر البسوا ما شئتم ما دام حلالا أما عمامته بالذات أنا أشوف بعض الشباب بعض الناس اليوم يعني يحرص على العمامة وبطريقة معينة ولها ذؤابة ويقول هذه السنة مرة أخرى يعني نعم لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيضا ثبت أنه لبس غيرها فالبسوا ما شئتم ما دام حلالا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم عمامته كانت في الغالب سوداء وكان يلبس أيضا العمامة البيضاء وكان يلبس غيرها لكن في الغالب كانت عمامته سوداء وكان يدير العمامة ويكورها على رأسه وكان يغرزها في الخلف ويرخي لها ذؤابة يعني في طرف منها ينزل بين كتفيه في الأمام أو في الخلف فهذا وصف لعمامته ومرة أخرى لبس العمامة هي قضية بشرية ليس لا علاقة الذي يلبس عمامة لا أجر خاص لا يرد هذا وليس من السنة في شيء سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فمن فعلها اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا يؤجر على التأسي وإن كان بعض العلماء ذكروا التالي قالوا كان ابن عمر رضي الله عنه بالذات يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وينما ناخت ناقتة يعني نزل ناقتة وينما التفت يلتفت فقالوا هكذا واسمعوا النص كان ابن عمر يفعل ذلك ولم يكن الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك بس نفهم المعادلات في هذه المسألة نكمل في وصف ملابسه صلى الله عليه وسلم القلونسوة القلونسوة اللي هي مثل الطاقية يعني احنا عندنا نلبسها في الخليج تحت الرأس بعض الناس يلبسونها بدون شيء آخر فوقها القلونسوة الطاقية هذه اللي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها بدون عمامة ويلبسها تحت العمامة أحيانا وكانت قلونسوته بيضاء وكانت يعني هم عندهم أنواع من القلونسوات مثل اليوم في أنواع وأشكال من الطاقية الطاقية عمانية طاقية يمنية طاقية يعني فكانت طاقية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أو القلونسوة المشهورة كانت شامية وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر أنه له ثلاث قلانس بيضاء مصرية وقلونسوة من برد حبرة يبدو منطقة في الجزيرة وقلونسوة ذات آذان يعني قلونسوة لها أذنين تغطي الأذن يلبسها في السفر صلى الله عليه وسلم هذا شيء من وصف ملابسه ونسترسل بها إن شاء الله إذن هذا وصف لما يغطي به رأسه صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه بالعمامة وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يغطي رأسه بالقلونسوة اللي هي الطاقية كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يسمى السراويل السراويل هو زي البنطلون أو ما يغطي الرجلين بطول فثبت ذلك وذكر عدد من الصحابة لبس النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل هذا ما كان فقط يلبس ثوب بعض الناس يقولون البنطلون حرام أيش حرام؟ يعني البنطلون بمعنى ما يسمى السراويل في لغة العرب فهذا حلال وثابت أما إذا كان يصف العورة ولا يشف عن العورة هو يصبح حرام لكن أن يلبس الإنسان يعني ملابس من هذا النوع فلا حرج فيها ولا خلل وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد له ثوب إذا جاءت ملابس جديدة إذا استجد له ثوب صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يلبس يوم الجمعة طبعا هنا بعض الناس يقولون سنة لبس الثوب الجديد يوم الجمعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على ذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بصحابهم ما كانوا يفعلون ذلك لم يثبت أنه الصحابة كان يقتدوا بهذا لكنه يعني كانت ملابس الجديدة نادرة ليس مثلنا اليوم بعض الواحيان يغير ملابس جديدة كل أسبوع والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملابس الجديدة نادرة فإذا جاءت أحب أن يظهر للناس يوم الجمعة مع الخطبة بثوب جديد يحب الجمال صلى الله عليه وسلم ويستمتع به ويجزء من حياة بعض الناس يعني صورونا الدين يعني ترك للدنيا وابتعاد عنها وعدم من أين جاء ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال ويستمتع بالثوب الجميل ويحب أن يظهر للناس وثبت بالنسبة لملابس رجليه صلى الله عليه وسلم أنه جات هدية من النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم وأخفى إسلامه رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة هدايا من بين الهدايا خفين أسودين والخف هو ما غطى الرجل أسفل القدم إلى الكعبين فما فوق ويصنع من جلد وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الفقهية بيّن لنا أن الإنسان إذا لبس الخف على وضوء فيجوز له أن يمسح عليه يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاث أيام بلياليها إن كان مسافرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخف وكان يمسح على الخف وهذا من التسهيل على الناس في الدين كذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم نعال النعال هي لا تغطي كل الرجل وإنما تلبس في أسفل الرجل ولها أشكال فوقها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له نعال وكان له يعني يقولون قبالاني القبال اللي هي الحبال أو كذا التي فوق النعل يسمونها زمام النعل فكان صلى الله عليه وسلم يلبس زمام النعل وكان يعني يلبس النعال التي فيها شعر وكان يلبس النعال التي ليس فيها شعر وكان يصلي بنعاله صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صلى بنعالين مخصوفين من جلد البقر ويعني كل هذا ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم وكان من حياته صلى الله عليه وسلم من طبيعته أنه إذا لبس أن عليه كان يلبس باليمين يلبس اليمين أولا وإذا نزع ينزع اليسار أولا فهذا من ملابسه صلى الله عليه وسلم وكان أيضا عليه أفضل الصلاة والتسليم يتزين ومن زينته الخاتم فيقول أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ورق الورق اللي هو فضة فخاتم من ورق فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مرة تختم بالفضة ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال شغني فطرح الناس خواتمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم أنظروا إليه وأنظروا إليكم شوفوا يعني بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحب يلبس خاتم يشغل عن الناس وما حرمه عليهم لكنه قال شغلني عنكم لكنه حرم على الرجال خاتم الذهب لذلك لما رأى رجلا من أصحابه يلبس خاتما من ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيضعها في يده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة بس ما كان يتختم بالذهب وخاتمه صلى الله عليه وسلم لما غير خاتما غير خاتما وجعل الخاتم له فص وفصه كان يجعله داخل إيده لم يكن في الخارج ليس لأن هذا سنة لكن لأنه شغله عن الناس هو يحدث الناس فشغله عن الناس ويعني هذا من وصف زينته صلى الله عليه وسلم فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الملابس الزهيدة ويلبس الملابس الفخمة كان يلبس الثوب يلبس الصراوية الطويلة كان يلبس العمامة ويلبس القلونسوة ويلبس ما تيسر أنا أحب أن أؤكد على ما قاله علمانا في السلف الصالح الأوائل مثل ابن القيم وكان يلبس ما تيسر بعض الناس اليوم جعلوا وهذا لبس إسلامي وهذا ما هو لبس إسلامي وهذا عمامة فيها أجر وهذا ما من أين جاء هذا يعني لم يكن هذا في فهم الصحابة الكرام وفهم العلماء المتمكنين لحياة اللبس الله صلى الله عليه وسلم وكان له بالإضافة إلى الخاتم الذي يلبسه بيده خاتم خاص كان يلبسه أحيانا بيده وكان أحيانا يضعه خارج يده خاتم خاص مكتوب عليه محمد رسول الله ولكنها مكتوبة بطريقة خاصة جدا يعني لو أردت طبعا هي مكتوبة على ثلاث سطور يعني مساحة صغيرة فعشان تكتب فيها ما تكفي سطر يعني فكلمة فوق كلمة فوق كلمة فمن أدبه مع الله سبحانه وتعالى جعل الكتابة محمد تحت وفوقها رسول وفوقها الله حتى ما يصير اسمه فوق اسم الله عز وجل فهذا من أدبه ويعني خلقه مع الله سبحانه وتعالى هذا الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني أو يستعمل كتوقيع مثل بصمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختم به الرسائل وخاتمه صلى الله عليه وسلم معروف وإلى اليوم موجود ويعني عفو يعني إلى اليوم صورة الخاتم معروفة وموجودة مشهورة وتوارثها الخلفاء من بعده فأخذها من بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يختم بها وتوارثها بعد ذلك عمر بن الخطاب وجاءت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان في يوم من الأيام عند بئر وسمون بئر الخاتم موجود في المدينة معروف ونزع الخاتم ليتوضأ فسقط منه الخاتم خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في البئر فنزل يبحث عنه ونزل الناس يبحثون عنه عجزوا ما وجدوه فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في ذلك البئر في مكان ما لم يجده الناس وفصل الصحابة يعني في ملابسه وفي شكله حتى فصلوا في خاتمه وقالوا يعني كان الفص يجعل في الداخل أحيانا ويجعل في الخارج أحيانا إذا شغله جعله في الداخل وإلا كان يجعل في الخارج وكان صلى الله عليه وسلم يلبسه أحيانا بجهة اليمين وكان يلبسه أحيانا بجهة اليسار ومن زينته صلى الله عليه وسلم أنه كان يغطي شيبه بالحناء بالحناء وكان أحيانا يتركه بدون تغطية فيبدو يقولون كان كخيوط الفضة في شعره بينما يصف بعض الصحابة يقولون كان شيبه صلى الله عليه وسلم كخيوط الذهب في شعره لما كان يخضب بالحناء يصبح كالذهب ولما كان لا يخضب يصبح كالفضة فهذا كله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة إن شاء الله سأدخل معكم في وصف أثاث منزلة صلى الله عليه وسلم وطعام وكيف كان يأكل سندخل في تفاصيل جميلة تشرح لنا الرسول الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام أي نور أبدي ملأ الدنيا بها أجشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أي نور أبدي ملأ الدنيا بها أجشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء أنت يا خير البشر من له شق القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا أبر أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب أنت حررت الظروب أنت نورت الظروب كم بهديك للمعالي ترتقي كل الشعور أي نور أبدي ملأ الدنيا بها أجشري يا عرض هذا منقذ الإنسان جاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة